هتقول لي المنتخب السعودي انا بحاول ارده على السيال انت وانت بتفرج عليها هتروح اقليها على طول المنتخب السعودي هكريم ما هو من لعبة محلية بتلعب في الدور السعودي مش هستخبى منك ومش هتكسف وقولك ان ده برضو جيل استثنائي للمنتخب السعودي عشان مش ده العادي السعودية عندها فعلا جيل استثنائي لعبة موهوبة جدا بس ده جيل استثنائي مش هينفع ده يحصل على طول مش هيحصل في كل البطولات بجيل استثنائي أو هيتكرر الجيل السنة ده كل شوية فلو ما فيش برضو لعيبة طلعت في أوروبا عند السعودية هيبقى عنده نفس المشكلة بعد كده في المنافسات العالمية دي ببساطة مع يا جماعة يعني ايه في شوية أمور كده ايه مفهوم وإن كان في السعودية بيجيبوا محترفين أجانب على مستوى عالي جدا فنبلعوه في الدور السعودي اللعبين السعوديين بيحتاجوا بيهم فبيعلى مستوى معاهم الدنيا عندهم مختلفة برضو شوية عندنا